بين عشر إلى خمسين بالمئة خسائر سنوية تتكبدها الشركات الجزائرية خاصة وعمومية على حد السواء بسبب تقليد العلامات التجارية منعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وأساءل سمعة المنتجات الوطنية يعني هذا التقليد يضيع الشنادة الإلكترية حوالي عشر بالمئة من المنتوجتها سنويا الخسائر المادية بالتقريب حوالي 400 أو 500 مليون دينار موال تكلفنا خسائر تقليد 50% نطر شفر دافر اعتماد عدة أسليب لتقليد المنتجات أدى إلى تقليص حركة رؤوس الأموال بعض الناس يجيبوا من الدي شارج بيبليك الزمبلاج ويزيد عمرهم بالعبوة فينس هذه كانت طريقة وكانت طريقة أخرى يعني يقلدوا كل شيء يعني العبوة يعني وليتكاتت على أخرى أيضا سيتين مانيا يعني يغلطوا المستهلك وكانت طريقة يعني الثالثة يعني غير كما لديناها في المغرب عندنا يعني ينسيرت على ديودورون يعني يصنعوهم ويقلدوهم التما في المغرب تقليد المنتج سعنا راح مقلد في البلدان الأسيوية خاصة الصين وإلى أمورتيس مستورد من طرف متعاملين اقتصاديين هنا في الجزيرة مستوردين وأمام غياب إجراءات رضعية مشددة يبقى تقليد السلعة أحد أهم الرهانات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتؤثر سلبا على صحة المستهلكين ترجمة نانسي قنقر